حبيبي الحلوين النهاردة جاية وجايباركو حكاية جديدة هو انتم بسة اموره وحكايتنا النهاردة ياولاد بتبتدي مع حين مغاريب لاتنين واحد اسمه وان واللي بيدخل خيمة ينادي على بنت اسمها شي وبيقول لها ازاي تعملي كده وتتجوزي احنا مش اتفقنا نغرب ونتجوز انا جاي اغدك وقبل ما البنت ترد هب بطنة بيفتح حينه وبعرفكم بابننا الوسيم الغني هين اللي اول ما فاء استغرب انه حلم الحلم ده تاني شكله كده زبون ودي مش اول مرة يحلم الحلم ده وعلى فكرة الشاب اللي كانت بتنادي البنت في الحلم باسم وان ده بطنة برضو فهو بيحلم بنفسه زمان تقريبا المهم ما شاء الله صحي في قوضة قد بيتنا مرتين واللي بيطلعه من دوامة التفكير شاوي السكرتير بتاعه اللي بيفضل يهبد عليه الباب وهو بيقول له يا صالح ورانا شغل يصحى بقى وبعد ما بيدخل القوضة المسكين فكر يقعد بس فابننا قال له اثبت عندك البكتيريا اللي على شكيتك دي اهلا الاخ هايطلع مواسوس welcome to the club فالسكرتير درب كاف على كاف وقال له والله ما اعرف من الست اللي امها داعي عليها اللي ممكن تستحملك دي فقال له اللي مستنية مع موي واختي في الصلاة يا اخوي وفي مكان تاني خالص باللي بنتنا اللي اسمها شوان ويا سبحان الله شبه شيلي لسه حكيالكو عنها فوق بتاعت الحلم فيا ترى ايه الحكاية خلينا نشوف وبطالتنا تحسها غنية وسائقة عربية وديفة في نفسها بس يا حسرة تلعت بتشتغل سواءة اللي بتيجي توصل الناس السكرانة بعربياتهم ونزل تريك بتسكوتر عادي شكلكم كنت عايزين تخلف شرع ربنا ايه بطل غني وتكون بطلة غنية دي المهم شكلها على البساط الاحمد خالص وبتشتغل في توصيل اي حاجة وكل حاجة وفي حد يكلمها وقال لها وراكي توصيل بوكي ورد في حد مستنيكي بيه ولبس اسود المهم ابننا نزل من قط ولبس بادلة سودة ومتشايك فلقى اخته بتتديله بوكي ورد وطبعا لما جيه يخرج من البيت توقعت الله هيحصل صح؟ ايوه بنتنا افتقاريته هو اللي هتاخد منه الورد وراح اتخدت منه البوكي وهو شافها من هنا وافتقى الرسمة قديمة اوي كده شباهها ومسك قلبه فجأة من الخضة وعلى ما استوعب انها اخدت منه البوكي راح طر وراها ويهي عين الراجل الغالبان ابو اسود اللي كانت هتاخد منه الورد وقف يبص عليهم وعلى ما عرف يوقفها بسبب الاشارة ركب وراها العجلة وهي مش فهمة من المجنون ده لحد ما وقعوا سواه ود حرجوا في الارض والسكرتير واخته كان شايفين كل حاجة فلما راحوا ورا عيانا وشافوهم على الارض كده طلعوا بيلاتهم يصوروهم بدل ما يساعدوهم بفكروني بصحابي لما بقع المهم بنتنا قعدت تعتذر له لما افتكرت انها لمحت خيال واحد تاني لابس اسود ومسك ورد بس هو ركبه ميت عفريت وكل ما تقرب منه قلبه يفضل يدق فقال لها تبعد عنه وتشبع بالورد وبعد ما وصل المؤتمر اللي في شركته اعلن ان مجموعة الشركات بتاعت عائلته هتكون مسؤولة عن كل اعمال نحت بلد كده صينية ولما ابننا خلص المؤتمر جه شريك ويعرفه على بنتنا فلما مدت ايديها تسلم عليه كده هو تلاجلك في شكله متوضي المهم جات بنتي فاجأة كده من اللامة كانت تنقذه ومسكت دراعه ودي بقى هتبقى لين ودي تبقى صحفية ولما جيه يشكرها قالت له رديل الجميل بقى ويعمل مقابلة معايا في المجلة بتاعتي بس هو قال لها انت عارفة ان مش بعمل مقابلات وسبها ومشي ويا محاسن السودة في المكان اللي بنتنا كانت بتوصل له الورد طلع القاعة اللي جنب قاعة المؤتمر اللي ابننا كان فيها انا مش قلت لكو السين دي وقوضة وصالة وهما بيتحقوا علينا المهم وهم خارجين في نفس الوقت طقاشوا في بعض زي البيت فعلشان ما طقاش عمل حركة لولبية كده ولا كأنهم بيرقسوا باليه فرحت بنتنا شافت وشه وقالت له انت يا ابني ما واركش غيري وهو لما شافها اتكرر معا حبار النفتك الرسمة والمرة دي منحوطة فقال بواجعه للمرة ديشليون ولما المولدت فض السكرتير لقى ابننا تعور في ايده فقال لازم يروح المستشفى والبكتيريا كده هتتقاصر بمعدل عشرين مرة في الثانية وكلام غريب كده كأننا في حسة احياء بس وهو شكل ابننا كده في حاجة مش مظبوطة المهم راحت بطالتنا قالت له ايه يا سطح وانت داس عليك قطر ده خربوشة يعني وهدفع تمن الشاش والميكروكرو ايه يا ستو انا قال له فالسكرتير راح واشويشها وقال لها انت عارفها هندفع كام تمن علاج ايده دي وبعدها واشويشها برقم جاب اجالها وقالت لصحبتها هوي اللي كانت معاها انا كان لازم اشتغل من وقت ما الفرعنا بانوا الاهرامات عشان اسدد كل ده وقعدت بنتنا تولوي اللي صحبتها اهيان يالا ياهني على احلامي وبخت المنايل وانا اللي كنت عاوزة اطفح فرشات مرة من نفس كده وحب واتحب فلما ابننا سمع كده افتكر لما سمع جده هو بيتكلم في التليفون مع حد كده بخصوص انه عاوز يجوزه عشان يبقى عنده حفيت وكمان فيه من كلامه ان اللي العين عليها دي شبه لوحة الجنية اللي عندهم فابننا افتكر بقى ان بطلتنا شوان عامل عليه لعبة مع جده لانها شبه اللوحة وفكرها بالطرده ولما طلع مع سكرتيرو افتكر اللوحة دي وان اللي فيها اسمها شيء على اسم البنت اللي في الحلم لو فاكرين وكمان فولا واتقسمت نصين من بنتنا وبعدها يان قال للسواق بتاع الحليوة اللي اسمه بنت يجيب قرار البنت دي وبعدها ابننا طلع على دكتورته النفسية وقعد يحكي لها انه شاف بنت شبه واحدة من جدود عيلته يعني وكمان بيحلم بيها وكل ما يشوف انها في خطر يتحرك من نفسه وساعدها كأنه تلبس فلما الدكتورة قالت له يدي نفسه فرصة راح افش وقال لها شكلها حركة من حركات جدي وفي بيت جدي ابننا لان السكرتير داخل يقول له للأسف البنت اللي كنت عايز تزبطها مع حفيدك اتفكس لها وما لحيتش تعمل حاجة يعني فعلا كان مزبط له واحدة وراح قايل للجد بس شكل ربنا بيقطع من هنا ويوصل من هنا يا جده وابنك شكله لأ نصه التاني وراح مطلع له الصورة اللي صورها لعياننا لما اضح رجعه على الارض فالجد اول ما اتعدل وبص كده قال دي الجنية هي تمام بالرفاء والبنين انا اخترت اسم اول مولود خلاص بس لما عارف انها سواقة ومش غنية يعني زمزق شوية بس سألنا هلاقي شبهها فين حصل خير وشكل جده بدأ ينفذ الخطة على طول وانبعت السواق بتاع ابننا يروح محل ورد صاحبة شوان يقول لها الشركات بتاعتنا عايزة نباتات كتير عشان النفس ومحتاجين بتوردنا وصاحبتها لقيتها فرصة من السماء لانهم كانوا بيفلسوا وراح عمل قدام بنتنا يعني ان جات له مكالمة انهم محتاجين سواق خصوص النهاردة والحيد اي ايفهم فراحت بنتنا قالت والله هي لن ردلك الجميل انا لازم اطلع اطلع دي بنفسي وبعدها راحت على طول الشركة عشان تشوف حوار السواق ده ورجبة عربية ما شاء الله فخمة ومليانة زراير وعملت اقول احنا في مركب فضائية ولا ايه يا رب وعيدنا وطبعا زي ما احنا متوقعين طلعت العربية اللي هتوصل ابننا ولما لقاها قعدوا ينقروا في بعض زي الديوك فانتأمت منه وفضلت تسوق بسرعة وهو كان زي الكاتكوت ورا خايف ولما وصلوا بيته وهي متدهولة بشكل العربيات اللي في الجراش كانت هتكفي على وشها بس هو الحقها على طول زي ما بقى شكله متعود خلاص بس زقيته عشان كل اللشرف يعني ولما ميشي افتكرت انها كانت حطى الاسكوتر بتاعها في شمطة عربيت ومش هتعرف تروح كده فحاولت تدخل البيت بس لقت في وشها راجل كبارة كده وطلع كبير الخدم ولما حكيت له على الحوار قال لها طلع يا بنت انت شكلك بنت حلال ووصف لها قطه فين فلما دخلت كبير الخدم السوسة اتصل على جد ابننا قال له كله تمام يا رايس ولما طلعت بنتنا القوضة ولقت ابننا في وشها فدل يقوح معيها عشان ما تخدش مفتاح القوضة كأنه عيل صغير وقال لها لو عرفت المفتاح في انهي ايد خودي بس خدت بالها ان ايده اللي تعورت عليها بلاستر وكمان ايده السليمة فمش فهم ايده وقال لدى موسويس دا ولا ايه ولما اخترت الايد وعملت معاه حركة جونسين عشان تاخد المفتاح شدلها شعرها فاتوكا جات في ايده وشعرها بيهفف على ايده فهزقته وطلعت من القوضة وتاني يوم بنتنا بتلاقي جده داخل عليها محل الورد وبيقول لها انا وقع في عرضك تساعديني فهي بصت لصاحبتها كده وما فهمتش في ايه وفي مكان تاني بنلاقي واحد كده اسمه دونج حليوة وجايله واحد يقدم له تقرير عن ابننا وعن المنحوتات اللي قدمتها مجمعته مش فاهمين ده بقى منافس ولا ايه المهم بالليل ابننا لما خرج من الشركة لقى شوان مستنياه وقالت له ان جده اللي عينها سواء ليه وبعد ما خلصت كلامها خدت اللي سكوتر بتاعها ومشيت عشان جده قال لها هتفعلك لو ما سوقتيش حتى نطاعة يعني وبنلاقي جده في البيت جاب لوحة اسرية كده وفراشها قدامه واللي تطلع اللوحة الجنية وطلعت مرسومة فيها بنت الخالق الناطق بطلتنا وقعد يقول للوحة اخيرا لقيتك انا هتأكد ان احفاد عيلتنا يحفظوا على وعدهم وكان في ايده كتاب كده باين عن قواعد العيلة من زمان المهم بنروح عند بطلنا اللي بنتنا سابته ومشيت بالليسكوتر فاضطر يسوق هو العربية وهوب لقى في الشارع عربية كانت هتخبطها ففدى نفسه وقف بعربيته قدام العربية دي لولا كده كانت بنتنا بقت كفتة فهي شقرته وسابته ومشيت عادي كده ولا كأن الوات كان هيموت من خمس دقائق عشانها المهم شوية والسكرتير جيه وعرف الحوار فقال له اخيرا السحراء الجرداء اللي كانت في قلبك شوفت الربيع فيها هي فين شوان صحيح فقال له حلوتك انت كمان عارف اسمها وشكلك انت وجد مطبخين كل حاجة البس بقى وتعمل انت مع الراجل اللي عربته الدشميل الداعي قبل ليك وفي البيت بنتنا بتصحى من النوم على تليفون من شركة ابننا عشان تجي تغير زرع الشركة كله فبتروح مع صاحبتها وبيتقال لها هناك لازم تسيب مسافة بالسنط زي بعض بين كل قصرية والتانية فبنتنا بتقول لصاحبتها ينهاري على الوسواس الله يكون فعون الموظفين ولما دخلت تلاتة بالورد خبطت على مكتب ابننا فما كانتش تعرف فرتلع لها من وراء الستارة قلعة كان بيغير فرحت رقعت بالسوت والت يليوي المهم بعد الموقف اللي ما تمنهوش لقلد اعدائي ده قعدها قدامه عشان يقررها وقال لها بطال العبط ده بقى انا عارف ان كنتي وجد مطبخينها سوا فقالت له لا يا بي مش انا اللي بيع نفسي لجل الفلوس انا جاي اكسب لقمتي من عرق جبيني يا ابن الناس وانا لسه قعد على قلبك عادي عشان جدك اللي معيني يلا تشاو ولما جات بنتنا تمشي لقيت السواق بتاع ابننا فشكرته عشان عرض النوم يعني يورده ورد للشركة وشكلهم هيدربه صحبية سوا والمفضوح ابننا كان عمال يتصنط عليهم ومدلد الراسه وطبعا جده عايش في اللالالاند وبيجاهز دلوقتي التلاجة هتبقى كام بوسة وهيخلفه كام عيل راجل رايق المهم بعدها بنلاقي ابننا راح ورشة كده وبتطلع ورشة للنحت بتاعته بس ايده بتترعش وخايف من ادوات الناحت وشكله مش عارف يشتغل زي زمان المهم بنتنا لما خلصت شغل رجعت محل الورد تاني فصحبتها قالت لا انا شم راحة مسلسل رومانسي داخل علي وحياتي لو اختانتي ما تنسنيش احنا جبناها من تحت قوي وبعدها دخل عليهم السواء عشان بنتنا عزمته على الغدى لانه عسول وساعدها كتير وشكل كده صحبتها وقعت فيه المهم يعني جده راح ليان ورشة النحت دي عشان يكلمه على بنتنا فقال له يا جد انت راجل محترم ورئيس شركات كبير ما تطلع من دور الخطبة ده وكمان واخد سكرتيري وعملوا فتان ليك فجده قال له انا ما كنتش مرتب لك تقابلها اصلا كنت مزبط لك بنت تانية بس هنقول ايه في القدر شفت فابننا كده حس كيانة شقلب لما عارف وحس بالزنب وبينلاقي بنتنا قاعدة في نص هدومها عشان صحبتها جابت لهم بيت زي خمسوا فيها هم التلاتة بعد ما كانت وعدة السواء بغدوة محترمة بس صحبتها بتقول لها اننا اصلا مفلسين ان شاء الله يبقى معنا فلوس ونعوض ووسط ما بيكلوا السواء بيجيلوا تليفون وبيستأذن بسرعة عشان يرجع الشركة لان فيه صور اتخذت لعياننا والاشاعات انتشرت في كل حتة حتى تليفون بنتنا ما بطلش رن من الصحفيين والصحاب والزميل اللي منهم بيهنيها انها ارتبطت واللي عايز منها فلوس عشان مرتبطة باغنى شاب في بلدهم بقى حقيقي لعين فلاقت الحجر المهم بعدها بنتنا اتصلت بابننا عشان خطر يشوفوا حل في الحوار ده فقال لها الحل انك تفضل شغالة السواء بتاعتي وتلزاي فيه عشان نقول للناس ان ده طبيعي فهي وفقت بس قالت له اعتذر لها عشان خطر هو السبب وانه افترع عليها لما افتكرها بتحرجم عليه ومتفق مع جده فبلع لسانه واعتذر وقال لها خديني على البيت وطبعا لقوا الصحفيين بره بعد ما قالت له ان البر الزحمة ده طلع مكان امان ارجوكي ما اتفكرش تاني والاشعاعات رجعت تاني واصحبهم الاتنين مصممين ان فيه بينهم حاجة وهما سوسة تاني يوم بقى ابننا خدش ولي محل فستين عشان المفروض هيروحوا مؤتمر كده وهي ما كانتش فاهمة هتسوق ازاي بفستان وطبعا بيقعد ابننا كأنه كريم عبدالعزيز في البشا تلميز واستاذة غدا عادل بتقس الفستين لحد ما بتلبس فستان بيخلي ابننا يسبهل من جمدانها وانتي وانسة كده ازاي ولما طلعوا لقوا السواء الكيوت مستنيهم برا وشكل ابننا نوي على حاجة وفعلا لما لقيتوا راح الحفلة بيعرفها للناس انها المساعدة الشخصية بتاعته اه ما هي بتبتدي كده يا اخوية المهم كانت حالتها متدهولة في الحفلة بسبب الكعبة بس خلها تقتش في ايده عشان ما تقعش جنت الجنتل يعني مفيش كلام المهم ماشي ولحد ما قابل اخته فلسه اخته هتقول لبنتنا انت شبه الجنية راح ابننا مسكتها على طول ودخل علينا الشاب اللي اسمه دونج ده وشكله المنافس وشكل كده هو وابننا كانوا صحابوا تخنقوا عشان في مجال شغل واحد ولما جموا يفضوا بينهم الخنائة راح طلع ظرف كده وقال له شكل عرفت السر بتاعك وكان الظرف فيه صور للمؤتمر اللي حضروا لما قابل بنتنا اول مرة يومها مع منحوطة كده وبعد ما رجعوا الحفلة لقوا الناس عمالة بترقص قال لها ما تيجي فبنتنا قالت له لا راح تجات عليهم البنت صاحبة المجلة دي ترقص مع ابننا فقال لها طب واللي جانبي دي ايه ازازة؟ ما انا معايا واحدة زي الأمر اهيه واخدها وراحوا يرقصوا عافية عادي فرحت شيوان قالت له صدقني ما بعرفش ارقص وهفضحك بالكعب ده وفاجأة وسط الحفلة قبل ما ترقص زي ما تكون افتقرت ذكريات كده للجنية دي اللي شبهها وهي بترقص فاتنفضت كده وقالت له مش عايز ارقص شكرا ولما خلصت الحفلة ابننا قعد يتكلم في شغل مع واحد عايز البستان يكون كله تماثيل منحوطة من شركتهم عشان الشركة المنافسة بتاع الدونج ده عايز المشروع اما بنتنا رحت مع السواء يتعشف مكان على قدهم وقعد اتفات فضله عن حياتها وانها قد ايه بتعتبره شهم وكويس ولما خلصوا اكل وصلها لحد البيت وطلعت هيه والسواء روح بس فجأة بنتنا بتحس بحد وراها وهي عند الاسنصير وهوب جات تلفت تديله شلوت طلع ابننا والشلوت ماكملش وبعد ما طلعوا على بيتها لسه تسألوا بيعمل ايه لاقت الباب بيخبط ودخل اربع شفات تابعه وجايبين ملازة وطاب من الاكل الاغنية برضو في حتة تانية جدعان المهم ابننا قاعد يقول لها اصلي كسبت الحفلة من غير عاشع فما هنشع علي بس هي فضلت تقول في عقل بلى وهي بتبص على الاكل الغالي ده ما تعشرتش ايه ده نكلت اللي اغدر واليابس يا خسارة بس فضل قاعد لحد ما تأكد انها كلت كله ولما نزل عشان يروح افتكر انها قد ايه بتفكره بالجنية وافتكر جده لما قال ابننا وهو صغير انه تمثال الجنية ده اللي نحته جدود عيلتنا وانه اغلى حاجة ملكنها وانه محدش يقدر يقلده ابدا بس وهو صغير كان نفسه ينحط زيه وحتى فكر دلوقت انه يعمل كده بس هو شكله ما بقاش يقدر ينحط وتاني يوم بيطلع على دكتورته النفسية وهو حاسس انه متقبل بنتنا وقال للدكتورة اكيد هي اللي علتنا فضلت تدور عليها وهتقدر تساعدنا خف فالدكتورة قالت له جذع يا واد اقفش فيها بقى ما تسيبهاش وتاني يوم يان خلى بنتنا تروح معامل الفجر حرفيا يطلعوا جبل ويتمشوا رياضة كده فقالت له يا راجل ايه الاوقات المناسبة دي بس وبعدين انا سواقة هخسر لك العربية ولا حاجة انما اطلعني جبل ليه يا عم فقال لها هديك مكافأ فقالت له ايش تاني طلع انت جت في جبل يعني طالما فيها فلوس ولما جوم يطلعوا كان مشايلها الشنط كلها من الرجولة قاعد هو وحاول يدور على صخرين في عين حت فيها وهي واقفة تتخيل شكله لو شايلته كل حاجة وتمرمط وبتفضل تضحك فابنينا بيفتكر انها مبسوطة عشان معاه والله انك كلاون وقال ايه يعمل بنتجة دعانة وياخد منها الشنط المهم بعد ما رايحه شوية وهما راجعين حاول تستزرف وتحط على ايده حشرة لقيتها بس هو زي ما احنا عارفين مواسوس فكانت النتيجة وهو بيه هشهشها انهم اللي اتنين خدوها زحلاقة من فوق الجبل ولما بنتنا بتفوق بتلاقي نفسها في بيت الاجومة اللي هي الست العجوزة اللي دايما بتفكر الابطال مرتبطين دول ومهما قالولها دي لا بتسمع ولا بتفهم غير انهم مرتبطين وبعدها ابننا اتصل بالسكرتيري اللي كان بيساعد صاحبة شوان في محل الورد لانها مع ابننا وقاله مش هعرف ارجع النهاردة فقف سرعة الفتان بينقل الحوار لصاحبتها وكمان لجده بيقولهم دول بيتين سوا وفقودة واحدة والحفيد جاي ينتظره ولما ابننا قفل التليفون راح مع ابنتنا يتعشوا مع اللاجومة دي وجوزها وخليهم يشربوا لحد ما سيك روتينة فابننا وايه اعنام وحلم تاني بالجنية واسمها شي لو فكريم ونفس شكل بنتنا وهو كان في الحلم بس لابس زيها لبس الزمن القديم ده وحلم انه ادها دبوس شعر ولبسه لعشان بيحبها ولسه هيبوسها هب ابننا صحي بس كان لسه سكران ودخل القودة بتاعت بنتنا وشكل الحلم لسه مش عشع في راسه فمسك ألم كأنه دبوس يعني وحطه في شعر بنتنا وقعد يقول الكلام اللي قاله في الحلم للجنية فبنتنا عادت تقوله انت مالبوس ولا ايه وطبعا عشان البوسها ما كملتش في الحلم كملها هو لما صحي بس المصيبة انها كانت الفيرست كاس فده حازز في نفسيتها يعني وتاني يوم راحوا كده ورشة في الجبل بتصنع انواع توب تنفع في البناء والنحت وابننا عرض على صاحب الورشة انه يشاركه ويورد له توب عشان الناحت لان الراجل قرى بيقفل الورشة لانها مش جاي بهمها والتصنيع صعب فبنتنا بتقول الراجل ده شكله جدع وانا ظلمه ولا ايه وهما بيستكشفوا باقي المصنع كانت هتزحلق في الطين بتاع التوب ووقعت عليه وافتكرت عملته السودان بارح فزقته وكانت على اخرها منه وهما مروحين في العربية حاول التجس نبضه لو فاكر ولا لا بس كان ميح ولا اي حاجة وبالليل قبل ما ينام افتكر كده انها قالت له بس هو مش فاكر قوي لكن استنتج يعني اللي حصل وهي مأموصة لي وتاني يوم بنتنا بتوصله القعة الناحت مكان ما كان بيشتغل هناك فدخلت معاه وهو قاعد بقدامه الحاجات وقالت له ما تورينا حاجة يا فنان بس الفنان ايده كانت بتتريعش ومش بيعرف ينحت اساسا بس عشان يداري على نفسه اعادها وخليها تمسك واحدة من ادوات الناحت ومسك ايديها بيرشدها يعني فسبحان الله ايده ما ترعشتش وعارف يشتغل بس كان في حد تاني ايده كده كانت بتتريعش من التوتر وهي شوان طبعا وقالت له عن اذنك بقى في حد مش عايزني اخرج اشوف عايز ايه ولما جيه السكرتير حكاله على اللي حصل وابننا قال له اعمل ايه طالما هي اللي شكلها هتعليجني كده فالسكرتير قال له انت تلزاقها فيك للنهار قال له يا ابن ما هي السواء بتاعتي فالسكرتير قال له لا يا معلم قصد انها زي الباوربانك كده بنخلي معانا ليل ونهار حسيت انك هتتوتر اقفش فيها كده والله ما عارف حد تديق هانا ولا ميزة ولا ايه المهم بعد شوية بنتنا دخلت عليها تطلب اجازة عشان رايح اتوصل ورد الشركة فبالليل السواء بعت لها رسالة طلب منها ياكلوا سوا بعد ما تخلص فهي بدل ما تديه الاوكيه بعتت الرسالة لابننا بالغلط فراح السكرتير يتقص على الحوار لانها ما قالتش خدت اجازة تعمل ايه فلما السكرتير راح وشافها مع السواء اعلن حالة طوارق جيم فورا وعمل اتصالاته وبعد ما بنتنا خلصت جات صاحبتها تقول لانت هاب لا اوي عشان ما رتبطش طول حياتك باين اوي ان السواء دايب فيكي بس يا طرح بين السواء وبطنة نختار مين الغني الوسيم البارد ولا الطيب الفقير فبنتنا قالت لك فياكي فرج على مسلسلات بجد والسكرتير كان ماشي يصور بنتنا والسواء ويبعت لابننا صور ويقول له يا خبتك يا اللي في بالي هتضيع البيت وفي الوقت ده بيطلع اشاعة ان اخت ابننا بتوعد المنافس بتاعه وشكله واقع بس عشان الشركتين ضد بعض فهو مش بيقول وفي الشركة ابننا بيقول للسكرتير انت دلوقتي تطلع لبحل من تحت الارض خليها جنب بي 24 ساعة وإلا ما فيش مرتب ولا مكافئات ولا هتخرج من باب الشركة فقال له حاضر ربنا على المفتري وبالليل بدأوا في تنفيذ الخطة فابننا اتصل ببنتنا يقول لها تلحقه بسرعة عشان تعبين ومفيش حد معاه فبتروح تلاقيه وقع على الارض وسخن فبتخلي بالها منه طول الليل وتاني يوم الصبح بيقول لها ان رئيس الخدم سافر في اجازة وعايزها تيجي تقعد معاه هنا طول الشهر اللي هيغيبه وكانت هتسقع له بس لما قالها فيه فلوس في الحوار وفقت في ثواني وبعدها بالليل وصلته على اجتماع عشان تروح تلم حاجاتها وترجع له وكانت اللي مستنية بيت كده مش مظبوطة المهم بنروح للبار اللي السكرتير قاعد فيه وبتجيله هناك رسالة من بيت كده منزلة صورة فاضحة لنفس البنت اللي في الاجتماع مع ابننا فراح السكرتير مكلم بنتنا وقال لها ست الجنية يا خرباتك انت وصلت الواد فين فقالت لفندق الهضبة بس مش عامر دياب فقال لها اجري على هناك در شكلهم وعملين له كمين مع البيت دي عشان يمسكوا عليه سيديهات والوقت شاريف وعمره معرب من واحدة ولما بنتنا وصلت هي والسكرتير للفندق ودخلين يدوروا عليه قاعد يسألها انت مش متضايقة خالص فقالت له والدايق لي يا بخت ومعه ست حلوة جوة واحنا متمرمطين برا فالسكرتير قال ده انت ينعر على الرجالة بأمانة المهم لما راحوا القضاء الحقوة عشان كان متخضر السكرتير لقى ناس جايين وراه وعملين له كمين فعلا فالسكرتير استغل الموقف ابن الزكية وقال لها انا هخب البيت وانت يلبسي قميس النوم بتاعها فلو حد دخل عليكم ما يشوفش البيت ويبقى طبيعي انتوا ساوا في قضاء انت فاهماني فلما دخلوا فعلا القضاء كان الودي المنافس اللي عملت كمين بس لعبوا اطلع على فشوش ولما ميشي وعيالنا دخلوا في المود وكرروا يعيدوا امجاد الجبل بس السكرتير دخل يطمن في ايه فقفل تاني من الاحراق وتاني يوم جات له البيت بشمطة هدومها وفضلت ترس في قواعد لي عشان يحترمها وهو يرس في قواعد وانا وانتوا عارفين انها هتختارك من اول يوم اساسا وبالليل ابننا اختارك اول قعدة ودخل عليها القضاء وهي نايمة وحاول ياخد تليفونها عشان كانت مسجلة ليه شروط العقد وامسحه وفي مركز الناحة بتاع الشركة بيلاقي السواق واقف قدام تمثال الجنية وبيقولها انا مجيتش زورك من فترة وانا ما تقلقش عشان هياخد باله منها نصده على بنتنا يعني والسواق ده شكله وراح كاية المهم لما بنتنا صحت الصبح قالت لابننا انها عرفت عملته بس هي عندها نسخ من التسجيل ومش سهلة برضه وقالت له خلي السواق يوصلك بقى انا ورايا مشوار ولما راحت محل الورد لصحبتها دخل عليهم ودع السول اسمه يوان وده يبقى اخو بنتنا اللي خدها حضن مطارات كده وفي الشركة ابننا بيجيله تليفون ان اتفاق الشغل النومي ورده منحوتات لبستان هيتم بشرط انه هو اللي ينحط التماثيل بنفسه وطبعا دي ورطة ولما قال يريح في المكتب شوية حلم ان بنت بتقول ساعدوني وخرجوني من هنا بس مش شايفها فقام رايح لبنتنا جارية عشان يلاقيها مع اخوها وكان بيشيت عشان ما يعرفوش واتصل بحد قاله يرائبها وفي محل الورد بنتنا خدت اخوها بيتها عشان يقعد فيه هي مش موجودة وطبعا طول ما هي ماشية حاسة ان في حد بيرائبهم لحد ما عارفت تقفشهم وقالت لهم هاتوا تليفوناتكم بالزوق بدل ما اديكم شلوت وفعلا لقت على الفون صور لها وللواد واعترفوا ان ابننا اللي بعيتهم من قبل اول قلم حتى ولما راحت له الشركة عشان تتخنق معاه على الصور ودبخ نقى الرب السام عشان تاخد تليفونه وقع على بعض بس بدل ما رأسهم تخبط في بعض بقهم هو اللي خبط في بعض ولما السواء شافهم من فتحة الباب اتضايق كده وقام ماشي وبعدها عيانا روحوا على بيته وبنتنا كلمت صاحبتها تحكيلها اللي حصل على اساس يعني بنتنا عندها صاحبة تانية عندها المشكلة دي وعايزالها حل فصاحبتها قالت لها على التليفون كده في وشها بيحبك يا اختي وبرش التحوير ده وفضلت بنتنا تفكر في الحوار ودخلت تستحمى فخدت الزحلاء ووقعت على جدور رقابتها حرفيا وراحت المستشفى تجبس رقابتها وفضلت تقول لابننا روحني بيتي يا ابن الناس انا حاسة ان مش هشوف الارض تانية معتز فلما فضل متمسك بيها ان ياخد باله منها قالت لبص في عيني كده اللي انا مش عارفة ارفعها من على السقف دي انت معجب بيها ولا بس هو بلع لسانه وصابها وراح يكلم الدكتور وفي البيت فضل ياخد باله منها ويعمل لها كل حاجة وكان عسوله وبيضحك ففضلت تقوله ما انت بتعرف تضحك وهو يا عم ومل في ايه بقى فهو اتوتر وقال لها نرايح الشغل سلام بقى وفي الشغل بالله السوق فجأة كده داخل يقدم استقلته لابننا ومش فهمين في ايه وبعد اسبوع لما بنتنا فكت الجبس راحت تشقر على صحبتها في محل الورد اللي فضلت تديها في قواعد العشق الاربعون عشان تعرف اذا كان ابننا معجب بها ولا لا وفضلت تقول لها انت من غير كنت اطلوسي والله وبعدها ينرح لها محل الورد واخدها المستشفى عشان يتطمن عليها والوسواسة اشتغلت بقى بس تلعت كويسة وينفع ترجع الشغل تاني وفيدي اليوم هيقدرها في الشغل عشان متغاض منها لحد ما هي جابت اخرها وقالت له انا رايح هيقول مجيش ورايا وكان السواق مزبط معاها يتعشوا سوا بس ابننا راح وراهم لبضلهم في القعدة فابنتنا راح تكلم صاحبتها على التليفون عشان تشوف لها حل وتختبر هو بيحبها ولا تصرفات الورد دي سببها ايه والسواق وقتها فيدل يتكلم معانه يقول الحقيقة على انه مش قادر ينحط يعني ويشيل عنه الهم ده فابننا تدايق وقام ولما بنتنا لقيته ميشي فيدل التدور عليه لحد ما لقيته ساكران في مركز الناحط ده فقعدت جنبه هو فيدل يبارطن بالكلام عشان زعلان على ايده لما بقاش لها لازمة ممكن يخسر المشروع بسببها فهي قعدت تواسي وحاولت تشيله تروحه بس كان تقيل وهي سفيفة فانم على الارض وخلاص بس الموضوع فيدل في دماغ شوان انها عايزة تساعده يرجع ينحط تاني فراحت لجده تكلمه فلما عارف انها عايزة تعرف مش فضل وخلاص فقال لها انه عمل حدثة ويده تضر تجامل بس رغم انها كانت من خمس سنين وتعالج بس برضو ما بيعرفش يمسك اي ادوات نحت فشكل الحوار نفسي ملوش علاقة بيده وبعد ما راحت على الشركة وسمعته بيكلم سكرتيرو انه هيسيب المشروع صممت انها لازم تساعده وبعد ما خلص ابننا شغله هي طلبت منه هدية صغيرة بعد ما يتغده فلما سألها عايزة ايه خدته على مركز الناحت وطلبت منه يعمل لها اي منحوطة هدية فعارف انها اكتشفت اللي عنده وقال لها تسيبه الواحد ومش عايز يشوف حد بس هي فضلت تكلمه وتشجعه ما يستسلمش وثبته ومشيت بس ابننا التقيل قوي طلع يجري وراها ولقاها مستنيه عشان توصله برا فحضنها وقال لها انه هيسمع كلامها ويحاول بس توعده انها تفضل جنبه فهي قالت في عقل بالها وبعدين في التقيل التوكسك اللي مش راضي يعترف صراحة ده بس يلا كله فيده انه يرجع ينحط ولما وصلته وراحت لصاحبتها محل الورد فصاحبت بنتنا قالت لها اعترفي في ايه دحكتك من الودن للودن وشكلك لسه واكلة فرشات طازة فحكت لها كل حاجة بقى قواعد البست فريند وبعدها بنتنا جالها تليفون عشان وراها شغل وفي شركة الودنج اللهم وشكلها مطلع عينه عشان شايفة ان ابننا دايما احسن منه في كل حاجة في نحته فانه خد المشروع بتاع البستان فضلت تقطن فيه فهو اتخنق وسبها ومشي وفي بيت يان بنتنا خلاص كيانها تشقلب بعد الكلام الحلو اللي ابننا قالهولها في قاعة الناحة دي ودايما مكسوفة وحسة انه قصد يحرجها عشان تكسف اكتر فلما كانت مستنية عشان توصله وشافها كده كيوت كان هيبصها فقطع عليهم اللحظة اخته والسكرتير وقال في عقل باله ده ما بقاش بيت ده بقى اوتوبيس ما فيش يحم ولا دستور بس اخته شكلها معجبة ببنتنا انها عارفة تلين قلب اخوها وقالت لها تعالي نخرج شوية ستات في بعض ونسيب الرجالة لشغلها ولما خرجوا بالعربية جات عربية زنائت عليهم فمو يو نزلت تتخاني فطلع اتنين الرجالة خطفوها في شمطة العربية ولما بنتنا نزلت تحاول تضربهم خطفوها هي كمان وعلى ما بنتنا عارفت تتصل ببطنة قلبه رجع يوجعه تاني زي كل مرة ما بيعرف انها في خطر وساب اللي في ايده ورح يلحقها بس جاله تليفون قال له اختك الممثلة هنزل لها صور فضيحة لو ما تخلتش عن عقد البستان ده وهندمر لها صمعتها كممثلة فابننا عارف ان اكيد المنافس بتاعه اللي عمل كده فرح عشان يعجلنه ضرب بس قال له انا لو عملت كده هاختف البت بتاعتك لكن اختك لا المهم في المكان اللي مخطفين في البنات اللي شكله فندق ما شاء الله خطف فخيم يعني اخت ابننا لقيت تمثال كده وعرفته عشان كان دونجل لنحته بس هي ما رضيتش تقول لبنتنا ولا لحد عشان ما توقعهش في مشاكل يا تلاون ده اهله خطفين لك الحب اعمل الدرجة دي وبالليل البنات عملوا حركة كده يتحكوا بيها على الخطفينهم عشان يفتحوا لهم فراحت بنتنا ضربتهم وخرجوا بس اخته تناسكت فبنتنا جريت تستنجت بحد فلاقت عربية ابننا والواد دونجل سيبوا المستقبل في وشها فابننا تطمن على شوان انها كويسة والتاني راح يلحق المزة بتاعته فقالت لبننا انت مش اخوها ما تدخل فقال لها دي هتفرح اكتر لو شافته هتحب الخطف سيبيهم وما كذبش خبر عارف اخته السهلة عشان قالت للواد يعني كان لازم اتخطف عشان اشوفك لا والواد عامل فيها تسئيل اصلا وهو واقع برضه اللي اتنين عبتة اوي المهم بعدها راح يقرر رم وعرف ان هي اللي خطفت البنات فعلا فرح متصل بابننا قال له انت حر لو عايز تاخد المشروع ولا لأ انا مليش دخل الواد عيلته ظلمه والله وطبعا لان ابننا راح على ملوش ويلحق البنات وفوت معادل عقد بتاع مشروع البستان فصاحب المشروع رفض يخليه وقعه تاني بس ابنتنا حست بالزنب وتاني يوم بعد ما وصلته الشركة راحت لصاحب المشروع تحكيله اللي حصل وتترجاء يقبل ان شركة ابننا تمسك المشروع مرة تانية ولما راحت تدي الخبر حضانها وكان مبسوط قوي وتاني يوم لما راحوا يومدو العقد الرئيس ده كان شرط ان بنتنا تيجي التوقيع وطبعا ابننا قالهم انها خاطبته عشان سكرتير الرئيس ده افاشهم سوا في قط الفندق وحقيقي انتو مش مستعدين للصدمة دي الرئيس ده طلع بين السواق لأ سواق ايه انا اللي سواقها يا اخوي فلما ابننا سأله الحركات دي ليه فقال له انا ما يهمنيش غير ان شوان تبقى مبسوطة طالما هي حاولك كده عشان تاخد المشروع بس ابننا ما كانش مرتاح لحور عشان تبقى مبسوطة ده خالص ولما مضوا العقد قالت تروح تغديه ويحتفلوا مع صاحبتها بس ابننا قال لها ايه المكان المتواضع ده المتواضع قوي ده انتو بتاكلوا جنبار يا قادر المهم في وسط الكلام ابننا عارف ان بنتنا رايحة لابوها كام يوم اجازة كده ففضل يتحايل عليها كل شوية انها تاخدوا معيها كابتين كابتين انت مش ملاحظ انك بقيت مننا فينا عافية كده المهم بعد ما سافرت يان ما تحملش واتصل بالسكرتير بتاعه وقال له انت جاي معي دلوقتي نروح وراها وده عشان تساعدني عن حد بس مفيش حاجة فالسكرتير قال له يخرب بيت الحب اللي صحينا من الفجر ده انا مال يا اخي وفي نفس الوقت السواء اللي طلع رايز ده جالها البيت عشان عارف انها هنا وابننا جيه لقاههم في الدنيا هتولع شكلها بس بنتنا كانت عايزها يمشي قبل ما ابوها ييجي لانه شايل منه من ساعة الاشعات اللي طلعت بس لما ابوها جيه لقاه عارفوا يحلوا سوق التفاهم ده وبقوا سامنة على عسل وراح ابو بنتنا قال للبنات روحوا عملوا غادة عشان يبقى عيش وملح والواد بين السوسة بيحاول يخلي ابوها يمين نحيته ويحبه يعني ويكلم عن هواياته وابننا طبع مش بيتكلم ولما خرج بره وساب ابوها والوادي السواء ده قعد متقدر في الجنين عشان خايف ابوها ما يحبوش فبنتنا السهلة لما شافته كده قالت له فكك المهم ان انا بحبك بس لما قالها سمعيني كده قلت ايه قالت له ما قلتش حاجة انا راح اشوف البسلة بتتحرق وبعدها الوادي السواء مجبهاش لبر وعمل يعلي على ابننا وقال لابوها ان عزمهم في المنتجع بتاعه القريب من هنا اهو يفكوا يشوفوا البحر وبعد ما راحوا البحر وفضلوا يلعبوا ويعوموا كانت صاحبتها هوي مع سكرتير ابننا وغرقت بس هو الحقها ولما طلعت على الشط ولسه يعمل لها تنفس صناعي قالت له عندك يا شبح كنت باختبر اخلاقك وتلع تقليل الادب صحيح يا ولية ده عايز ينقذك اسو الظن ده ايه المهم بالليل بعد ما راحوا ياكلوا سندوتشات بنيب الرملة بعد البحر وطلعوا يناموا فابننا فضل يحلم بالجنية اللي اسمها شي وبنتنا دخلت عليه تشوفوا ماله بيتكلم وهو نايم ليه فسمعيته بينادي واحدة وبيقولها اخيرا لاقيتك فتعصبت وسابطه ومشيت وفضلت طول النهار مأموسة فلما السواء الرايس داخت باله وسألها مالها فقالت له لو يعرف اللي اسمها شي دي فاخدها من ايدها المكتبة في المنتجع وهورها كده فيديو الجد ابننا وهو بيحكي في القاء ان من حوالي الف سنة عالتهم وقتها كان عندها تلات عيال اصغرهم كان اسمه شو وشو ده كان شطر في النحتة اوي ولقى لوحة البنت اسمها الجنية المحلقة فقرر ينحتها والتمثال ده بقى حاجة مهمة في العيلة واللي شعرها بالنحتة على مر العصور ولما سألته اكتر ايه علاقتها بكل ده فسواء قال لها مش هقدر اجاوبك اكتر لازم تعرف بنفسك وفي مكان تاني اخت ابننا راح اتقابل الودي اللي بتحبه عشان كان عايز يعتذر لها على ان امه خطفته وراح قال لها مش عايزين اعرف بعض تاني وهو بيتقطع من جواه عشان هما بيحبوا بعض منه هما صغيرين بس هو كان شافي ان اقمن حاجة لها من اهلو انها تبعد عنه وبعد معينة وباقي الشباب رجعوا من عند ابوها بنتنا اتصلت باختي ابننا تطلب منها تاخدها توريها تمثال الجنية ده فلما قعدت تتكلم مع اخته وكده اكتشفت انه فعلا ابننا عايزها جنبه بس عشان تساعده يرجع ينحط تاني مش عشان بيحبها ولا حاجة فروحت على بيته عشان تلم هدومها وتمشي وكبرت الموضوع اكتر بقى وقالت له في وشه كل حاجة وانها مستقيلة وبنلاقي اخو بنتنا اللي تقابل في شغلانه في مجلة الست اللي بتشتغل فيها الصحفية وهو مقدم على شغلانة مصور اصلا وطالعوا عايزين يشغلوا مرمطون الاول عشان لسه جديد بس لما شافها في المجلة طلب منها انه يشتغل المساعد بتاعها فوافق اتاخدوا معاها وهم بيغطوا حفلة بالليل وطبعا لما السواء الرايس ده عرف اللي حصل قال يستطفل مياه العكرة ويعزمها تروح معاها على حفلة بالليل دي وادها دبوس كده قال يعني بيقولها على مشاعره بس هي اديقت وطبعا ابننا والسكرتير راحوا الحفلة دي وكله شاف بعضه بس بنتنا كرفت له لكن هو ما سكتش وخدها من وسط الحفلة للجنينة واعترف لها بحبه بس قالت تدوس على نفسها شوية وترفض لجل قرامتها ووقتها البيت بتاعت المجلة دي شافتهم وهو بيعترف لها فقعدت تعايت وراح اخو بنتنا قال يواس المجروحة دي ويعمل لها كاس ويسميه كاس العذاب وجو الحفلة ابننا مع تأهاش وحاول يرقص معيها وطلب منها الجاوبة على اعترافه بس فجأة اغمى عليها ولما كان مغمى عليها حلمت بأمها وهي بترقص رأس التقليدي على المسرح وفي لمبات وقعت عليها موتتها وما كانتش عارفة تلحقها ولما ينجيه يتصل بالسكرتير وصحها من النوم لقى نفسه نايم جنب صاحبة بنتنا في وضع مخل وفضلوا الاتنين يصوتوا يخطي في وش بعض لما لقوا نفسهم في نفس السرير بعد ما سيكروتينة مبارح وبعدها الاتنين لبسوا وراحوا لشوان المستشفى ولما صاحبتها حاول التفن في ايه فحكى لها ابننا انها وقعت لما رأسه فقالت له ان هي عندها مشكلة نفسية بسبب الرأس عموما علشان امها ماتت قدامها على المسرح وهي صغيرة لما كانت بترقص داي الحلم كده فلما حد بيقول لها ترقص بتتشنج وبتقع واخوها جيه وتعرف على ابننا بدل ما كان فاكره رجل غريب وكان هيغز بحاجة بس حصل خير وابوها جيه وهي صباة عشان يشوفوها وبنلاقي ابننا في صلت النحت اخيرا عارف يعمل حاجة وكانت دبوس شعري كده قديم بس من وقتها مزرش بنتنا وعمال يتشات معايها بس عشان ابوها ومصمم تعرفها ترد على اعترافه ازاي بس هي بتتعل حبتين وتاني يوم قررت تروح لدكتوريتها النفسية عشان حوار الاغماء ده بس طلعت نفس دكتوريت ابننا وكمان طلعت معارفة للبت الصحفية عشان جات لها في نفس الوقت اللي عياننا كانوا في العيادة فيه ولما شافت بطلنا هناك استغرابت فراحت على لابتوب بالدكتورة وفضلت تسيرش على اسمه وخدت يعني السجل بتاعه وفيش دكتورة غيرها في البلد بايد وتاني يوم بنتنا طلبت تقابل السواق محدس الثراء وقالت له كده بالمدار وهي بتدي دبوس الشعر انها هتحطه في الفرندزون وقبل ما يخلصوا كلام ابننا دخل عليهم وخدها معا الحد المكان اللي فيه تمثال الجنية وكمل لها بقى الحكاية ان حد من جدوده اللي اسمه شو لو فاكرين كان كاتب وصية نقلت بين عيلته انه لازم يلاقي الست اللي شبه الجنية ويحميها وبعد ما ابننا عمل حادثة بالعربية دي بدأ يحلم بالجنية كل يوم وقاعد يقول لها والله ما بستغلك يا ستي بحبك بجد احلف لك وحيات التمثال اللي قدامنا ده فهي دحكت يعني قلبها مالي الحمد لله وطلع من جيبه الدبوس اللي نحته ولبسه لها وبسته على طول السهلة واخيراً قرروا يرتبته وابننا كان متحمس بزيادة وقاعد يخطط لأول ديت ليهم واستغل فرصة ان عيد ميلادها قرب وفدل يسأل السكرتير عشان ياخد منه نصيحة بما انه بتاع ستات قد الدنيا بس ما كانش يعرف ان السكرتير متدهول ومش قادر ينسى صاحبة بنتنا بعد الليلة اللي قدوها سوا بس هي فدلت تقول لنسى ومش عايزة يبقى ليه علاقة بيك دي غلطة وخلاص ولما جيه عيد ميلاد بنتنا الخطط كلها تدمرت عشان هي اضطرت تاخد بلها من عيل زئر كده يبقى ابن خالتها وكان عزول طول الديت بس الدنيا مشيت كويس والواد ما كانش رخم قوي يعني وبعد ما روحهم تاني يوم عشان كانوا بيتين في خيمة كده سابهم ومشي وجالتوا ليفون من الصحفية عشان عايزة تقابله ولما رح لها المطعم اللي كانت فيه هددته لو ما سابش بنتنا وارتبط بيها هي هتفضحه انه مش بيعرف ينحط وهتصرب السجل للطب بتاعه اللي سرقته بس انا افتكرت هيكون في حوار المهم هو رفضها فهي قالت له ماشي خلينا صحابه اصلا وبقى حاسب بقى على الغدى ده طب يعني يقول انك عايزة حاسب من الاول بدل الشويتين ده المهم بعدها قعدت في المطعم تعيت فجالها اخو بنتنا يواسيها شوية فقالت له وديني حتة اذكر فيها عشان انسى وللأسف قعدت بارطم بالكلام على حوار ان ابننا ما بيعرفش ينحط ده وكان فيه صحفي في البرس معها وعايزها تعمل معا مقابلة فاخو شوية حاول يلم الموضوع واخدها وقعده في قودة كايروكي كده وشكل الكاسي اللعبه فراسه وباسها فسابته وقامت عشان تروح وهي متعصبة وفي البيت عند بنتنا ابوها لسه قاعد معيها من ساعة ما تعبت وكل ما يدخل عليها يلاقيها مسكة تليفون وهيمانة فقال لها بيت انا مش مرتاح لك انت بتحب جديد شكلك وراح جيها قال لها وش كده انا مش موافقة على الواديان ده مش عارفة قارش ملحة الوادي ليه المهم قالت له يا بابا مفيش حاجة انت بس غيران ان ممكن حد ياخدني منك بس انا مرزوعة جنبك اهو وداني يوم وابننا بيكلم بنتنا فقالت له انها تعبانة شويتين فما كدبش خبر ورح لها بس ابوها كبس عليهم فحاول التخبيه بسرعة في القوضة بس اتقفش في الاخر وابوها شافه ورح مسكلهم اتصل اللي كان هيعمل فيها افطار فكان نفسه روبانزل وقال له قاعد يالي شاكلك ده النست شرفي ايه اللي جابك هنا فقال له والله جايب لها دوا يا حاج استهدى بالله فابوها ما كدبش خبر ويجيه يشوف الدوا ده ايه فلقى مع اخت برحم لقال يعني الصيدلانية بتوجب معاي عشان قال لها انه عايز دوا لحبيبته بس بنتنا قالت له يا بابا كفايا دراما انا بحبه هو بيحبني وبطني كانت واجعاني شوية فالراجل سلم امره لله وخلاص رغم انه مش طيق ابننا مش عارفة ليه المهم في المجلة الصحفية جابت اخو بنتنا من افاه وقالت له اسمع اللي حصل في البرده لو حد عرفه هقطع خبرك وتفضل ياضي انت على شغلك وفي بيت شوان لما ابوها قرر يمشي على بلدهم قامت هي رحت على طول رجعت مع ابننا بيته وحصل اللي ابوها كان خايف منه واستغلت ان ابوها ميشي من هنا والتكبوا الدنيا من هنا وشكلنا هنعوز اختبار الحامل قريب وفي المجلة اخو بنتنا اللي بقى نسيبه خلاص اتصل بيه وقال له انه واقع في عرضه وعايز يتصور على غلاف المجلة فوافق رغم انه كان بيرفض دايما وهم في وسط التصوير لقى ابننا خبر انه بقى له سنين ما بيقدرش ينحت وافتكر البيت بتاعت المجلة اللي سربته فهو اكترح عليها طالما هيعمل مقابلة في المجلة انه يدفع عن نفسه من الاخبار دي وتاني يوم بنلاقي اللي عيالنا رايحين معرض كده وقابل اخته والوادي المنافس اللي هي بتحبه وفضل الولادين ينقرف بعض زي الديوك عشان مصابقة النحت الزهبية قربت وكل واحد عايز يكسبها والبنات قاعدين ساكتين بيتفرجوا عليهم وفي الشركة تاني يوم بنت غريبة دخلت المكتب وتلعت صاحبة ميودي وسلمت عليه وعلى السكرتير وقالت لمننا انها تعرف راجل مهم قوي بيجمع احجار نادرة وعايز اتعرفه عليه بمناسبة مصابقة النحت فابننا بيوافق وتاني يوم بيروح للراجل بس معا بنتنا طبعا فالبنت صاحبة اخته دي بتجيبها من فوق لتحت كده بنظرة مش مرأي حالي ولما ابننا طلب من الراجل ده هياخد حجر معين ينحته وافق بشرط انه يرتب له كل الاحجار اللي عنده لوحده فابننا وافق وفي نفس الوقت البنت صاحبة اخته اللي طلعت صفرة زي مانا قال بحاسس كانت قاعدة بتقول لبنتنا بالمدار يعني انها مش من مقام ابننا خالص وانك يعني لا بتدرسي برا ولا اهلك عندهم شركات ولا حاجة صلتة مالت كده بس بنتنا قصفتها لما قالت لها طالما انتي صاحبة اخته هو شايفك زي اخته برضه ولما روحوا على البيت بنتنا فضلت تقول له عجبك الصفرة دي الفهالك فقال لها وانتي بتغيري ولا ايه والله ما في القلب غيري واموخدها على الاوضة ومش لازم نقول حصل ايه ربنا يسر على وليانا ولسه برضه ام الوات دونج عملت نخرب ورا بنتنا مش كفاية خلت ناس يخطفوها عشان مصممة تعرف هي مين المهم تاني يوم عيانا راحوا يقابلوا البيت الصفرة دي في مطعم كده ولما خلصوا اكله والبنات راحوا لحمام الصفرة قالت لبنتنا وش كده ان شوية وابننا هيزها منها ويسيبها وبسبب ان بنتنا لا عارفة ولا بتحب اي حاجة عن الفنون ولا الناحت والرسم والصفرة دي بيتشاركوا نفس الاهتمامات عشان فنانة وكمان اديتهم دعوة يحضروا مرسم كبير فبنتنا حاسة انها اقل منهم كلهم وانها احمارة فقالت تروح لصحبتها تفضبط لها شوية وسيك روتينا لاتنين بس صحبتها روحت بسرعة عشان جالها تليفون ان امها تعبانة والسواء محدس الثراء جيه ياخد بنتنا وكان شكله متضايق او انها زعلانة واعدت برطن بكلام غريب كده بس الصراحة خدها رجعها على بيت ابننا وهي روحت رزع في وشه بقى كل اللي مضايقها بس تصلحوا يعني في الاخر وفي بيت البيت بتاعت المجلة دي الواد اخو بنتنا قاعد في شاقتها وعمال يحرج منهم يرتبطوا وبيعملها حلو وبيطبخ لها وبتاع وهي بتقولوا ما تتلمي يا لها انا اتضمك انت اصغر مني بيجي ست سنين وراح تسايبا ومشي عشان مش عايزة تعترف لنفسها انها واقعاله اصلا وتاني يوم بنتنا صاحبتها بيكرروا يعملوا اي ايفنت كده يشجعوا الناس تيجي محل الورد فبنتنا بتكلم اخوها عشان حليوة والبنات بتحبوا يقف في المحل يعمل لهم جو كده ولما الصحفية شافته خارج من المجلة بتمشي وراه بتلاقي رايح لبنتنا وهي ما تعرفش ان اخوها فبتقول في عقل بالها كده يخريب بيتك وانا كلما حطت عيني على راجل تاخديه ولما ابننا جيه فتن على البيت بتاعت المجلة وقال لاخو بنتنا انه شاف الصحفية برا ولما عارف كده حاول يكلمها وراح لها البيت عشان يفاهمها هو كان في محل الورد ليه بس هي مش راضية ترد عليه وتاني يوم في المجلة كانوا محتاجين اخو بنتنا يتصور مكان عرض الازياء اللي مجاش فلما البيت بتاعت المجلة عارفت راحت تتفرج على التصوير يعني من باب النيولة في دماغي وطبعا لما لقيته بيتصور مع بيت كانت الغيرة ايدا شرار فيها بس هو ما سبهاش وفيدلي حاول يشرح لها اني والله شوان اختي فقالتلي اختك زي اختك ولا من ابوك وامك فقال لها والله اختي من ابويا وامي فاتصلحوا وروحوا وبقوا زي السمنة على العسل زيادة عن اللزوم قلالات الادب وبالليل كان كل العيال معزومين في حفلة عيد ميلاد اخت ابننا وكل الكابلز بيتخنقوا يعني عندكو السكرتير مش ناوي يجيبها البر مع صاحبة بنتنا وقال لها وشي كده انا بحبك وعايزة بقى معاك بس هي مدتهش رد واتهربت ولما بنتنا راحت تسأل اخته على بطنة هو فين قالت لها ندته مفتاح قودة في الفندق هنا زمانه مستنيك فيها وكانت اخت ابننا حاجزة قودة هي كمان عشان تستدرج الودونج واتعيطل عشان بتحبه وهو كل شوية بيقول لها لأ مش هينفع نبقى ساوى وسبها ومشي ولما بنتنا راحت تشوف بطنة في القودة دي لقيت البيت الصفر خارجة جري بتعيت وهضمها مقطعة انا الحركات دي انا عارفها كويس وطبعا بنتنا راحت القودة لقيته بيزبط الجاكت بتاعه فهمت الحوار غلط خالص ونزلت فيه شتيمة وثابت له القودة ونزلت تتماشى على البصين وهي بتبكي على الاطلال فراح جات ايد مش عارفين صاحبها زقتها في البصين بس ابننا بيلحقها وبينقذها عشان كان نازل يفهم فيه ايه ويتخنقوا ليه فلما قالت له اللي حصل قال لها كانت بتاعيت عشان فضلت تتمحلسلي في القودة بس انا وقفتها عند حدها وقلت له انا مرتبط والله ده اللي حصل فسمحته على طول بنتنا مابتخدش وقت وتاني يوم عيانا بيروح الشركة عند تمثال الجنية اللي كان ابننا مسهم قدامها قال عايز ياخد يعني الالهام من التمثال عشان يعرف فين حد في المسابقة فالتمثال كان ان الجنية بترقص رأسي تقليدي فبنتنا بتقول له اكيد ان حايت خد الالهام ده لما شاف الجنية بترقص فقررت في عقل بالها كده تتحدى مخاوفها وترجع تتعلم الرأس زي مامتها زمان كانت بتقدم عروض رأسي تقليدي وبتروح المسرح وبتلاقي شاب كده كانوا يعرفوا بعض منه هم صغيرين بس هي مش فاكراه وهو حب الرأس بسبب انه كان بيتفرج على ام بنتنا وطلبت منه يعلمها وده كله من وراء ابننا لما رضيتش تقوله وفي المجلة شكل كده الموظفين حسوا انه اخو بنتنا والصحفية في علاقة وقاعدين يلسنوا عليهم متغير الايام دي وبيصمم يعرف يا مخبية ايه وخصوصا انها بتروح مشاور كتير وشاف قبلها ولد بيوصلها ففضلي نخرب وراء الحوار لحد ما عارف وطبعا كان غيران شويتين من الودن اللي معاها بس كان مبسوط انها بتفكر فيه والسكرتير اول ما شاف شوان قال لها نواع في عرضك صاحبتك حلقالي من وقت عيد الميلاد قول لها بس انا عايز اعرف موافقة ولا لأ ويجري من قدامها قبل ما تفهم اصدق ايه وفي مطعم كده كان اخو بنتنا والصحفية طالعين ديت فلقينا حد قاعد يصورهم من بعيد وشكلها فضيحة جاية ولما الصور فعلا انتشرت بين الموظفين اللي اتنين اتفقوا يعلنوا علاقتهم ويرتحوا من الهم ده وفي قودة التدريب ابننا سمع الود اللي بيدرب بنتنا على الرأس وهو بيقول لها ان فرقة الرأس هتتفكك لان ما فيش فلوس خالص فابننا عمل اتصالاته عشان يستثمر في الفريق ده ويشهروا كده ويديهم سيولة وفي مكتب هادمة الملزات ام الود دونج شكلها بتتفق على نصيبة تانية تعملها بس محدش عارف هي ايه بس ابننا قالها لو عرفتها هتربقها على دماغك وبنلاقي يوم عرض فرقة الرأس جه تدريب كده على العرض الكبير اللي بنتنا هترقص فيه وسكرتير ابننا بيستغل فرصة انه صاحبت بنتنا في العرض عشان يقنعها يرتبته بس هي بتتقل علي زيادة عن اللزوم ولما بنتنا بدأت ترقص على المسرح في حد حاول يموتها زي ما حصل مع امها انه يوقع عليها لمباط المسرح بس ابننا لحقها بسرعة ووقعت علي مكانها وفي المستشفى الدكتور قال لهم فيه امل يفوق بس ممكن يفضل فيه ضرر ما نعرفش ايه هو وبتمر الايام وابننا ما بيفوقش خالصي حبيبي واللي حسبنا لقينا طبعا طلعت الولية دي السبب ام دونج والوات كان متأكب فقال لها لو انت فعلا سلمي نفسك وإلا اعتبر انه ملكيش ابن وانه بسببك البلت الوحيدة اللي بحبها يقصد اخت ابننا يعني رفضها وجرحها كتير وبعد كام يوم ابننا فاق وياريته ما فاق الصراحة ارجع ياضي الغيبوبة تاني يعني ايه فاق وفاكر كل الناس ومش فاكر بنتنا يعني لكن بعد ما خرج من المستشفى حاول اتفكره بنفسها كل شوية ومسابتهوش لكن راسه اتماسحت بأستيكة طبعا وفي الوقت ده جد ابننا لقى دليل على ان الحربية ام دونج هي اللي عملت كده بس الولية طلع عندها ضمير وقالت لجده ان ابنها ملهوش زنب وخليه يبقى مع مو يوم فبيقول لها ان اخت ابننا ترجطه اساسا عشان ما يضمرش العيلة كلها بشرط تسلم نفسها وعلى الناحية التانية فضلت محاولات بنتنا اللي مفيش منها راجع عشان خاضر ابننا يفتكرها بس ابدا وبتروح اخت ابننا للودي اللي بتحبه وهو حابس نفسه وعمل فيها تامر حسني وسكران وحاول التخليف يفتح لها عشان يبقوا مع بعض بس هو ما استحملش خمس دقايق وفتح لها وحضانها وقعد يعتذر لها وعلى الشط كانت بنتنا وبين بيتمشوا سوا وقرر يحكي لها باقي حكاية الجنية وهي ان اللوحة بتاعت الجنية اصلا كانت بتاعت جدوده هو وهم ادوها لعيلة ابننا عشان يدوروا على الست اللي في اللوحة والاتفاق ده كان ان هيجي حد من عيلة ابننا في اي زمن يبقى عنده جينات كده انه لما يلاقي البنت اللي في اللوحة هيحميها وبتبقى على شكل وحمة في جسمه لو فاكرين ان ابننا قلبه كان بيدق دايما لما تبقى في خطر ويجري يساعدها وقال ايه هيتوهم ان ده حب يعني وبنتنا فعلا افتكرت انها شافت وحمة زي كده قبل كده ولما حاولت انها تشوف الوحمة دي في جسم ابننا تاني يوم في الشركة لقيتها اختفت بس بنتنا فضلت مصممة تفكره باي شكل وتعيد معا مشاهدت 19 حلقة اللي فاته فانت هتفتكر يعني هتفتكر بس برضو ولا الهوى وطبعا الود السواء حاول يستطفل مية العكرة انه بقى بيحب بنتنا وكده بس هي كانت اتخانقت ولا عايزة تشوفه ولا تشوف ابننا بس تاني يوم السواء المحدث فضل يحاول يكون جنبها ويواسيها يعني وقال لها احكيلك مين اصلا الجنية دي وفرفشك شوية وقال لها ان الجنية دي كانت بنت راجل قوي في الجيش وكانت بتحب ترقص قوي وهي عندها 16 سنة رأسة رأسة اسمها الجنية المحلقة واللي رسم لها اللوحة كالراجل اعجب بيها بس ما بقوش سوا لان وقتها كان في حرب وتقدمت يعني كاميرة عشان تتجاوز حد من بلد بعيدة كسلح بين البلدين بس هي ما كانتش بتحب الراجل ده واخدالي بالك انت كانت بتعامله زي صاحبها شكله كان بيتكلم عن نفسه وهو باين من كلامه يعني لسه فكر كل حاجة بينهم لسه عنده ذكريات حياته السابقة دي مش زي عينة فهي اخدت جرعة امل ورحت لابننا وقالت مش مهم انا بحبه حتى لو مش بيحبني كرامتنا تبقى سجادة عادي وثابت الوادي السواق محدث السراء يبكي على الاطلال وتحط فريند زون في الماضي والحاضر وبنلاقي ان الوادي السواق محدث السراء ده مصمم انه يفضل جنب بنتنا وابننا اساسا مش فاكر بنتنا بس حاسس بمشاعر ناحيتها مش فاهمها ومصمم يضبه سواخ نائه لان السواق متعصب عشان خاطر ابننا مزعلها كده ومش فاكرها بس السكرتير بقى قرر ما يسقطش وودا المسرح اللي حصل فيه الحادثة والحمد لله افتكر ويا ريتنا وديناه من بدري المهم اغمى عليه ولما فاق ولقى بنتنا قال يهاصدر معاه زر تقيل شوية وما يقولهاش انه فاكر بس لما خرجوا من المستشفى حركاته ما كانتش مظبوطة وهي شكت فيه لحد ما قالت له يا بارد بهزرك البارد انت وشك اللي بيدحك ده بيقول انك فاكر ولما جات مسابقة النحتة اخيرا كانت اخت ابننا والواد دونج مرتبطين خلاص وهو وابنناه رجعوا صحاب وكان ابنناه وصك انه هياخد الجايزة الاولى بس بلوت وست خدها حبيب اخته وابنناه خد الجايزة التانية وكان قاعد يهري ويمكت في نفسه على الاخر بس طلع اللي تلعب بلجنة حكام المسابقة الواد السواق الريز ده ولما ابننا راح يقابله قال له رجعلي اللوحة وبنتنا وانا هخليك تاخد الجايزة ومشروع البوستان فابننا اداله كلمتين بقى وقال له انت اللي مجنون وفكر ان شوان هي نفس البنت الجنية اللي من الماضي بس انا حلمت بيها وقالت لي انها مش هي ولا حاجة وفوق من الهطل ده بقى بس جد ابننا لما عارف الحوار قرر يرجع له اللوحة لكن هو رفض وفي الشركة باللاقي السكرتير وصحمة بنتنا اللي ارتبطوا خلاص وحنت عليه عملين يعملوا خطط عشان ابننا يعمل حفلة من اللي هي عشان يتقدم لبنتنا لأ وكمان ابننا لبسهم بعدها انهم يجهزوا الفرح وفي شركة الواد بن بنعرف انه قرر يسافر ويسيب المدير بتاعه ويمسك الشركة بس قال يروح ينقط العرس قبل ما يمشي يعني واخيرا سيداتي وسادتي وصلنا للفرح وان شاء الله حققه حلم جده ويجبوله حفيد وعاشه في تبات ونبات وان شاء الله يخلفه سبيان وبنات وما تنسوش يا حبايب يتقولوا رأيكم في ملخص النهاردة وتتفرجوا عن ملخصات اللي فاتت مع صحابكم عقبل ما تعيشوا في تبات ونبات انتو كمان ويسلاة